لا يمكن أن ينتشر الفساد المالي والإداري كما في شكله بالعراق إلا إذا أضحى الفساد منظومة وآلية عمل عندها يصبح المتهمون فيه هم أنفسهم المحققون والاعتلال الواقع السياسي في البلاد تستخدم محاربة الفساد أداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات هيئة النزاهة في العراق أعلنت إحالة 3070 متهما بالفساد إلى القضاء خلال العام الماضي فقط منهم 11 وزيرا ومن هم بدرجة وزير بعد أن صدر بحقهم 22 قرارا على وفق ما أكده رئيس الهيئة عزة جعفر الهيئة أكدت في تقريرها السنوي أهمية وجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد مشيرة إلى أنها بدأت بفتح ملفات عقارات الدولة والمنافذ الحدودية وتهريب النفط لكنها أقرت بأنها تواجه ضغوطا من الجهات السياسية بخصوص تلك الملفات ولا شك في ذلك كما يقول العارفون الهيئة بدورها كانت مهادنة عدما أصدرت تقريرا بدى ضبابيا حين اقتصر على عرض أرقام مبهمة عن إحالة أولئك الموظفين إلى القضاء من دون تسميتهم ثم دون ذكر قضايا الفساد الكبير التي هزت العراق وكان عرابوها حيتان فساد وسياسة يتبوؤون المناصب الكبيرة في البلاد جزء من الأموال المليارية المهدورة تتكشف عند كل صدام بين شركاء العملية السياسية ثم تقود إلى ازدواجية بالتعامل بالإعلان عن توقيف موظفين صغار متهمين بالفساد بينما لا يتطرق للكبار منهم إلا بشكل عرضي ففي قطاع النفط مثلا قال عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي إن وزارة النفط منعدمة الشفافية كما أنها عالم مافيات متشعب ومظلم بحسب تعبيره نسخ من عالم المافيات المظلم هذا تتوزع على مختلف مؤسسات الدولة حتى وصل الأمر إلى المفتشين العامين في الوزارات فقال النائب علي لبديري عنهم إن 90% من هؤلاء المفتشين يتبعون لجهات سياسية متنفذة فكيف سيفتشون عن الفساد في جيوب أحزابهم وذلك مدخل يقود إلى أسئلة عن الأساس المتجدر للفساد بالبلاد بل كيف يمكن لمتهم أن يحقق مع آخر هذا إن صدقت النوايا أصلا ووعود محاربة الفساد المتضخم في العراق كفيلة بكشف نوايا حكومات أهدرت أكثر من ألف مليار دولار في عقد ونصف كانت تقود فيه السياسة وتتحكم بالاقتصاد وترسم خطط تخريب أمنه ترجمة نانسي قنقر